الفيديو ده مهم جدا جدا لطلبة السنواء العامة اللي بيملو استمارات الرغبات وبيقدمه في تنصيق الكليات 2022 فلو سمحت تابع الفيديو معاه للنهاية وركز كويس جدا في المعلومات اللي هقولك عليها لان الحاجات دي اي خطأ فيها ممكن يغير مصارك او يغير مستقبلك او يخليك ما تدخلش الكلية اللي انت بتحبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومعلومات مهمة جدا لطلبة السنواء العامة اللي بيقدموا في التنصيق او في المرحلة الاولى من التنصيق وبيكتبوا رغباتهم في الالتحاط بالكليات ان شاء الله 2022 2023 في بداية الفيديو باتمنى من حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة يشرفنا ويدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا من فيديوهاتنا كل جديد ويلا بينا نقول على اهم نقاط هنتكلم عنها في الفيديو ده في الفيديو ده هنقول ملحوظات هامة جدا لازم تخلي بالك منها وانت بتملق استمارات الرغبات طلاب السنواء العامة الناس اللي هتكتب الرغبات تركز الرغبات مش رص كلية ورا كلية لما بنيجي نكتب الرغبات مش بنكتبها اعتباطي كده وخلاص ونقعد نكتب كلية دي بعدين الكلية دي وخلاص في قواعد مهمة جدا وفي حاجات لازم نخلي بالنا منها واحنا بنكتب او بنملى استمارة الرغبات طبعا لازم تبقى عارف ان الترتيب مهم جدا وعلى اساسه بتدخل الكلية وفي حاجة اسمها توزيع جغرافي يعني ايه هنشرح مع بعض كل حاجة في طريقتين لكتابة الرغبات الطريقة الاولى ان انت مسلا عايز تدخل كلية معينة بغض النظر هتدخلها فين يعني مسلا انا عايز ادخل كلية تجارة انا عايز ادخل كلية تجارة مهما كانت بقى لو كانت في في المحافزة بتاعتي في محافزة تانية في محافزة ابعد المهم ان انا عايز ادخل مسلا كلية تجارة تمام فيبقى هكتب ازاي في الرغبات هتيجي على الكليات وتضيف تجارة اول اختيار عندك تجارة هتلاقي جنب الكلية مكتوب حرف الف وده معناه ان الموقع اجباري يعني داخل النطاق الجغرافي يعني طالما فيه كلية تجارة في الموقع الف يبقى لازم تحطها اول رغبة تمام يبقى الموقع اجباري بيقول لك دخل كلية التجارة اللي جنبها حرف الالف طبعا هتدخلها الاول بعد كده تدخل كلية التجارة اللي في النطاق به ثم كلية التجارة اللي في النطاق بعد كده باقي المحافزات طيب ده اسمه التوزيع الجغرافي معنى ان الموقع بيدي لك اقرب جامعة لمحافزتك تمام الف ده او اقرب جامعة لمحافزتك بعدها به ابعد شوية بعدين جيم ابعد شويتين والبقى بيقول لك بمزاجك بقى يا بطل رص زي ما انت عايز بس المهم تختار الاول اللي في النطاق بتاع محافزتك بعد كده الابعد شوية بعد كده الابعد بالترتيب ده مسلا لو انت حابب تدخل كلية معينة بغض النظر عن انك مش هتفرق معاك ان انت خارج نطاق المحافزة بتاحت تمام مثلا ما المنصورة وعايز كلية التجارة حتى لو في مكان بعيد ايب اول رغبة اجباري هكتبها تجارة المنصورة نطاق الف بعد كده في نفس النطاق الف برضو التجارة دمياط بعد كده تجارة زازي يجي بعد كده خلصة النطاق الف اخت ادخل على كلية التجارة اللي في النطاق به مثلا هلاقي تجارة طنطة وهلاقي تجارة بنها اكتبهم بعد كده تمام وبعد كده بكمل بقى اي كلية تجارة متاحة ليا في النطاق جيب. بعد كده الموقع هيكبرك تدخل اللي فوق الاول. يعني مثلا لو مجموعك جاب كلية التجارة اللي في النطاق الف. يبقى لازم تدخل كلية التجارة اللي في النطاق الف. مش هياخد الرغبة اللي بعدها. غير ازا كنت انت مجموعك جايبها وهياخد بالترتيب وبالتسلسل اللي انت اخدته. تمام? اتمنى تكون النقطة دي مفهومة جدا جدا جدا. تمام? الطريقة التانية ان انت مسلا عايز تدخل كلية في نطاق محافظتك. مش عايز تبقى خارج المحافظة. مسلا انا عايز ادخل كلية في محافظتي. مسلا كلية تجارة. ما بقاش كلية تجارة كلية حقوق. كلية اداب. كله لازم يكون داخل محافظتي. تمام? يبقى مسلا انا عايز اكتب اه ادخل كلية في محافظتي. يبقى اكتب مسلا رغبات اه كلاتي. لو انا مسلا برضو من منصورة او من كفر الشيخ او من اي مكان. هكتب تجارة اه كفر الشيخ. بعد كده حقوق كفر الشيخ. اداب كفر الشيخ. تربية كفر الشيخ. تجارة مسلا بعدها كده. تجارة مسلا دميات. حقوق دميات. اداب دميات وهكذا. حسب المحافظة اللي انت فيها. بغض النظر عن الكلية انت عايز تبقى داخل اه التوزيع الجغرافي او داخل انطاقة التوزيع الجغرافي لمحافظتك. يبقى نخلي بالنا كويس جدا. واحنا بنكتب الرغبات. ترتيب الرغبات مهم جدا جدا لان الموقع او موقع التنصيق اول ما بيدخل عليه التنصيق بيبدأ يشوف الرغبة الاولى. مجموعة جايبها يبقى مش هينزل على الدرجة التانية او على الرغبة التانية. يبقى هيلبسك في الرغبة اللي انت كتبتها الاول. علشان كده لو انت ما كتبتش الرغبات كويس ممكن تلبس في مكان ما انتش حبه. تمام? مش هينزل على الرغبة التانية وهيقبلك في الرغبة الاولى. طب مجموعك مجابش الاولى هينزل على التانية اللي بعدها. مجابش التانية هينزل على التالتة. يبقى حسب ترتيبك لرغباتك هيبدأ مكتب التنصيق او موقع التنصيق يصنف الرغبة بتاعتك او يوديك في الكلية حسب ترتيب الرغبات بتاعت حضرتك. يا جماعة نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنكتب الرغبات بتاعتنا نرتب الرغبات سواء كنت عايز كلية معينة ومش هيفرق معاك هي تكون خارج التوزيع الجغرافي او داخل التوزيع الجغرافي هاختار مسمى الكلية ايا كان مكانها. لكن اذا كنت انت عايز تبقى داخل المحافزة بتاعتك فانت بترتب الكليات على اساس انها تكون داخل محافزتك. كانت الكلية ديت ماشي ما كانتش يبقى كلية تانية ولكن داخل محافزتك. ونتقنى ونسمي الله كده وناخد بالنا واحنا بنرتب رغباتنا لان الكلام ده مهم جدا وكتير كتير ناس كتير جدا بتقع في المشكلة دي وبعد كده بتحتاج تغير وتغير آآ رغبات وبتبدل وتعوز طلب نقل وكلام من ده وحاجات كتير جدا انت في غنى عنها لو انت اخدت بالك من ترتيب رغباتك وكتبتها كويس وبشكل متسلسل ومنطقي حسب الغرض اللي انت حبه. سواء كانت كلية معينة حابب تدخلها في اي مكان في الجمهورية او كانت كلية انت عايز تبقى داخل محافزتك مش عايز تخرج برة التوزيع الجغرافي. اتمنى يكون الكلام واضح واتمنى تكون استفدتم من الفيديو ده. في نهاية الفيديو طبعا بتمنى لجميع ابنائنا وبناتنا طلبة وطالبات السنوية العامة التوفيق والنجاح وان شاء الله ربنا يحقق احلامكم وبازن الله التنصيق يكون مخفض على السنة اللي فاتت وبتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح وشكرا لحضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته